في ناس كتير قالت عليه إنه بقى مغرور لما نجح لوحده وبعد عن أصحابه وخاصة إن مسلسله كسر الدنيا في النص الأولاني من رمضان واتربى على عرش الكوميديا لوحده في الوقت ده هشام ماجد اللي الناس قالت عليه مغرور طلعت مش دي حقيقته خالص كشف إنه عمره ما كان مغرور بس هو بيتفهم غلط كتير نتيجة إنه انتواقي ومش بيختلط بالناس كتير ومالوش في الاجتماعيات واللقاءات والحاجات اللي زي دي ومش بس مش مغرور لأ ده بيتمنى من ربنا إنه ما يبقاش مغرور في يوم من الأيام أصلا لإن الغروض ده ممكن يجيب جينان للبني آدم هو والشهرة لإن الإنسان بيتحول من محدش يعرفه لواحد كل الناس بتشاور عليه وعاوزة تتصور معاه فمش كل الناس تعرف تتعامل مع وضعها بعد التغيير اللي بيحصل وهشام كمان كان مركز في حياته إن الشهرة ما تغيروش بالذات لما ما كانش معاه فلوس وفجأة بقت الناس بتديله فلوس كتير قوي وهو مش عارف يعمل إيه فكان بيخلي باله جدا إنه ما يحصلوش أي تغييرات كبيرة نتيجة اللي بيحصل معاه وده بقى لإن هشام ماجد حصل له تغييرات كتيرة فحياته أسرت عليه منها اللي كان حلو ومنها اللي كان وحش وتأثيره عليه كبير ماجد اللي عنده اتنين من إخواته شيرين اللي هي أكبر منه ومحمود اللي أصغر منه والدهم رحل عن الدنيا وهم أطفال صغيرين والموضوع ده حصل فجأة كان عنده 13 سنة حصل له تروما لما والده رحل عن الدنيا بسبب المفاجأة وشكل حياته بعدها اتغير لإن والدته المدرسة بقت مسؤول عنه هو وإخواته وبالتالي الدنيا اتغيرت تماما بس مش دي مرحلة المفاجأة الوحيدة اللي حصلت في حياته هشام ماجد لإن بعد ما خلص كلية الهندسة قرر إنه يبقى ممثل وقتها طبعا كانت عرف على أحمد فاهمي وشيكو كان فاهمي مشجعه جدا على الخطوة دي لإنهم بدأوا الموضوع في الأصل في كتابة مش تمثيل شيكو بقى كان عايز يكمل في مجال الهندسة وأقنعوا يشتغل معاهم وكان وقتها عملوا مسلسل أفيش وتأفيش وكانوا بياخدوا على كتابة الحلقة 800 جنيه وعالتمثيل 300 بس وبعدها عملوا وراءة شفرة اللي كل واحد فيهم شغال شغلانة تانية جنبه لكن فضل لغز الصحابة الثلاثة رغم نجاحهم مع بعض في أكتر من عمل فني زي بنات العم الحرب العالمية الثالثة وغيرها من الأفلام فجأة بقى قرر واحد منهم ينفصل ويسيبهم ويمشي وجرب لوحده وفضلوا هم التلاتة مخبيين السر ده واللي طالع في الآخر إنه بعد نجاح مسلسل الرجل العناب قرروا إنهم يعملوا فيلم ويشاركوا فيه هم التلاتة برضه بس الاتفاق كان على إن أحمد فهمي بس هو اللي هيكتب ومعاه شريف نجيب بس بعد ما خلص كتابة شيكو وشام ماجد ما عجبهمش حاجة من المكتوبة وده عادي إنه يحصل ماهو بيحصل كتير بس أحمد فهمي وقتها بقى حسن الموضوع إهانة ليه فقرر يسيبهم ويشتغل لوحده وهم طبعا زعلوا من تصرفه ده لأنهم بيتخنقوا وبيختلفوا كتير بس ما كانتش بتوصل لحد كده وإيه كمان هشام ماجد وشيكو كمان يختلفوا كتير بس عمر ما حد فيهم قالت تاني مش مكمل وعشان كده هشام شايف إنه عمرهم ما هينفع يرجعوا تيم سلاسي تاني خاصة إن كل واحد فيهم نجح لوحده فالموضوع بقى صعب أما بقى توقعوا إنه مسلسل أشغل شقة ينجح كده فدي حاجة ما كاننش متوقعها أبدا وده لأنه كان حاسس إنه طبقة كلاسي شوية بس المسلسل نجح في الطبقة الشعبية وده بقى عشان ديوف الشرف اللي فيه اللي الحلقات أصلا كانت معتمدة عليهم حسب كلامهم وكمان المسلسل لمستت كتير جدا ودي بقى جات له من عند ربنا وعدت توقعاتهم عشان ما يجد شايف إنه بيبيع للناس فن عشان كده مش هنلاقيه شخص السوشيل ولا ليه سور كتير ولا أشكال ولاده معروفة لناس كتير وده بناء على قرار منه لأنه مش بيبيع بحياته الشخصية وهو مش معطرد على اللي بيعمل كده بس هو شايف إنه هو حر محتاج يحافظ على حياته الشخصية بالشكل اللي هو يحبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة